الفريق الفيومي مصر المقصة بقيادة أحمد حسان ميدو فدخل في معسكر مغلق في مدينة إسماعيلية هيبتدي بكرة الصبح في ختام فترة الإعداد للموسم الجديد والاستعادات النهائية للقاء الزمالك وهو اللقاء مهم جدا في دور التمانية من كاس مصر وهو مقرر إقامته يوم 28-28 المقبل وليد هودي مدير الكرة في النادي أكد أنه معسكر الإسماعيلية المغلق هيستمر لمدة 6 يام هيكون فيه 3 مباريات قدام المريخ وقناة والمصري هودي قال إنه المقصة هيلعب أولى مبارياته الودية قدام المريخ مساء غدا الجمعة الساعة 7 وبعدين قال إنه الجهاز الفني بيعتبر تلك المرحلة هي الأخيرة في فترة الإعداد علشان يعرف معالم التشكيل الأساسية وطريقة الأداء المناسبة للعيبة اللي موجودة بعد التدعمات الأخيرة وزي ما قلت لكم المقصة مدعمين صفوفهم بالعيبة من العيارة التقيل في مقدمتهم محمد إبراهيم نجم الزمالك وصلاح أمين وإيد موزز هداف حرس الحدود ميدو وعد إدارة نادي الفيومي بأنه هيقدم موسم جيد بداية من لقاء الزمالك اللي أكيد هيكون لقاء صعب على الزمالك ميدو حافظ الزمالك حافظ لعيبة الزمالك عارف يتعامل أكيد مع الزمالك لأنه متربي في نادي الزمالك فأكيد هيعرف يتعامل مع الفريق مع فريق كمان قوي هو كوينه بنفسه أعتقد بأن المقصة هيكله شكل مميز هذا الموسم تحت قيادة أحمد حسام ميدو شكرا